السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل واتقني. ان شاء الله النهاردة هقولكم ازاي تمنع اي تطبيق على هاتفك ان هو يتصل بالانترنت في حال لو انت مشغل الانترنت على الهاتف تمام? يعني على سبيل المثال لو انت مشغل الانترنت على الهاتف سواء واي فاي او بيانات الهاتف. وانت مسلا ايه بتتصفح اي حاجة للفيسبوك? فطبعا اي حد بيشوف الفيسبوك الخاص بيك بيزهر قدامه اللي انت مشغل الفيسبوك تمام? فان شاء الله في الفيديو دو تقولكم ازاي تمنع الانترنت عن اي تطبيق او اي برنامج في هواتف اوبو ان هو يتصل بالانترنت حتى لو انت مشغل الانترنت تمام? بس قبل بنبدأ الشرح بنتمنى لو انتم اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا تشتركوا فيها القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان اولا من نعمل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار بي. وفي حاجة برضك عايز اقول لكم عليها طبعا انا اليومين دول باعمل جميع الفيديوهات على هواتف اوبو بطرقة منفصلة. تمام? طيبا باعمل كل حاجة اللي وحيدها ليه فيديو. عشان اول حاجة الفيديو ما بقاش طويل. تاني حاجة لو انت بتبحس اي عن شيء في هاتف اوبو تقدر اللي انت هتوصله بسهولة. فانا قلت اعمل كل فيديو. يبقى ايه? اعمل كل شرح. لحاجة يبقى لها ايه فيديو لوحده. تمام? عشان لو انا عملت او شرحت الموضوعات ده كلها في فيديو واحد. بيبقى من الصعب اللي انت ايه توصل للحاجة اللي انت بتدور عليها. فعشان كده انا عملت كل حاجة باشرحها عمل لها فيديو لوحده في هواتف اوبو. تمام? طيب دل وقت بقى اقول لكم ازاي تقدر تمنع الانترنت عن اي تطبيق في هواتف اوبو. في حال لو انت متصب بالانترنت. تمام? لان زي ما انا قلت. انت ممكن تكون بتصفح الانترنت على اي تطبيق غير الفيسبوك. وطبعا الفيسبوك دل وقت بيبقى ظهر للاصدقاء اللي انت ايه? اللي انت فاتح الفيسبوك. تمام? وطبعا اترامش على الفيسبوك فقط. لا. على اي تطبيق وعلى اي برنامج. تقدر اللي انت هتمنع عنه. الاتصال بالانترنت. سواء واي فاي او بينات هات. طيب اول حاجة هبدو اضغط على الاعدادات بالشكل ده. وبعد ما اضغط على الاعدادات هاجي على بتاقة اسفل ام والبيانات الخلوية. وهبدو اضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هاجي كده في اسفل الشاشة. وهلاقي حاجة اسمها استخدام البيانات. تمام? هبدو اضغط على استخدام البيانات بالشكل ده. وبعد ما اضغط على استخدام البيانات هاجي عند حاجة اسمها ازونات الشبكة. تمام? هبدأ اضغط كده على ازونات الشبكة بالشكل ده. وبعد ما اضغط على ازونات الشبكة هيبدأ يظهر لك جميع التطبيقات والبرامج اللي موجودة على الهاتف الخاص بيك في هواتف اوبو. تمام? طيب انا على سبيل المسال عايز امنع الانترنت عن الفيسبوك. حتى لو انا مشغل الانترنت يبقى ايه? الانترنت يبقى مفصول عن الفيسبوك. تمام? او 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 عن اي تطبيق انت هتختاره. تمام? طيب انا على سبيل المسال هبدأ اضغط على الفيسبوك بالشكل ده. بعد ما دغطت على تطبيق الفيسبوك هيزهر لك القائمة ديها. تمام? او المربع اسرار دوت. والم구� mattress دوت. الانهروت اول حاجة ان عند ما بتصل بالواي فاي والبيايت الخلوية التطبيق بيوصل له نيت. تمام? اتاني حاجة لو انت عايز التطبيق يوصل له نيت عن طريق شبكة الواي فاي فقط. تالت حاجة اللي هي بيانات الهاتف. يعني لو انت عايز التطبيق ده يوصل له انترنت عن طريق بينات الهاتف فقط. تمام? لأ انت بقى لو عايز سمع عنه الانترنت بشكل انهائي هتختار تعطيل الشبكة تمام? هبدو اضغط كده على تعطيل الشبكة بالشكل ده. وبكده ختاب لي هنا هو تحت كلمة فيسبوك تعطيل الشبكة. كده هيبقى التطبيق دوت مش متصل بالانترنت حتى لو انت مشغل الانترنت على الهاتف تمام? وممكن تختار بأي تطبيق على اي اي تطبيق عايز انت هتبنى عنده الانترنت هيبقى بنفس الطرقة ديت. طيب! على سبيل المثال الانستجرام مسلا sugar ابدأ كده اضغط على تطبيق الانستجرام بعد كده بقول لنا هوت بدنانى انه ان يختار الاتصال للتطبيق من خلال الواي فاي والبيانات الخلوية. يعني الواي فاي والانترنت بتاع الهاتف. وتحت ولين هوت لو انت عايز تخليه اتصل بشبكة الواي فاي فقط. تالت حاجة لو انت عايز تخليه ببيانات الهاتف فقط. تالت حاجة لو انت عايز نمنع عنه الانترنت انهائي اللي هو ايه تعطيل للشبكة تمام? وفي الحالة ديت لو انت اخترت تعطيل للشبكة يبقى انت كده ايه? هتمنع الاتصال بالانترنت عن التطبيق دوت. حتى لو انت مشغل الانترنت على الهاتف سواء واي فاي او انترنت بينات الهاتف تمام? وده كان فيديو بنشرح فيه ازاي تمنع الانترنت عن اي تطبيق في هاتف اوبو. وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازل عجبك الفيديو اضغط لايك. وما تنسوش الاشتراك في القناة سانسجعونا اللي انا هنملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.